الحلقة أستاذ فيما يخص تحديد الاقتصادية مثلا نعم الحكومة التي ترأسها الأستاذ عباس فاسي والتي قدر بجدارة وكفاءة عالية في ضرف واقتصادي صعب للغاية أعتقد أنه الحكومة عانت من تدعيات الأزمة الاقتصادية العالمية في 2009-2010 الاستثمار الأجنابي تراجع بـ 50% بعض القطاعات الإنتاجية تضرت كالنسيج وكالجيد كصناعة سيارة تضرت ولكن كيف اشتعملنا مع الوضع كان هناك أولا إرادة سياسية أنه الرفع من حجم الاستثمارات العمومية من 83% سنة 2007 إلى 186% حاليا إلى 186 مليار درهم من 73 مليار درهم إلى 186 مليار درهم لماذا تدخلت الحكومة للرفع من حجم الاستثمارات العمومية لخلق أولا مناصب الشغل هذا كان أساسي لدعم الطلب الداخلي لأنه أمام تراجع الطلب الخارجي كان لابد علينا أن ندعم الطلب الداخلي أن نقوي الطبقة الوسطى وهذا اللي جاء عبر العدد من الإجراءات ديال الرفع من الدخل ديال تخفيض الضريبة على الدخل ديال الرفع من من الحد الأدنى ديال تقاعد من 500 إلى 1000 درهم ديال الرفع من السميق بـ 25% وهذا العدد من الإجراءات لدعم الطلب الداخلي باش الآلة ديال الإنتاج الاقتصاد الوطني ما تتوقفش هذا خيار كان عندنا خيار اليوم اليوم مرحلة دقيقة جدا وبالتالي يجب أن نتعامل معها بكثير من الواقعية وبكثير من الحضر النهج اللي غد تنهجه الحكومة المقبلة لن يكون سهلا وبالتالي هي أمام خيارات اللي هي صعبة جدا أولا بحالي قلتي محتم عليها أنها تنهج سياسة تقشف محتم عليها أنها تحارب لكن مقارنة مع البرنامج انتخابي الحزب المصباح مثلا اللي هو برنامج طموح وش يمكن وش هو برنامج واقعي مستقبلا فضل الأزمة العالمية هي أزمة مستمرة لا بالأكيد أنهم الإخوان في العدد الأمام اللي غد يرجعوا مع حلافاءهم اللي غيشكلوا معهم الحكومة يتدرسوا جميع المواضيع وبالتالي سيتم توافق حول الأرقام اللي هي واقعية بدون شك أنا اللي بغيت نأكد على أنه السياسة ديالتقشف أولا هذه حتمية ثانيا دعم الطلب الداخلي يستمر عارف تقوية الطبقة الوسطى ودعم الدخول وتحسين الدخول والقدرة الشرائية للمواطنين ومواصلات العمل بصندوق المقصة لأنه لا يمكن حل نادة بعض الأحزاب هنا كنخالف الرأي اللي يقول أنه البرامج ديال الأحزاب السياسية كلها بحل بحل لا ماشي كلها بحل بحل في صندوق المقصة هناك أحزاب اللي قالت غتخفض نفقة ديال صندوق المقصة بـ 50% معنى هذا معنى أنه غتزيد الأسعار على المواطنين بـ 50% نحن في حيث استقلاق هنقوله أنه غد نحفظ على القدرة الشرائية للمواطنين وغد نستمر في دعم صندوق المقصة مع ترشيد النفقة دياله ومراجعة تركيبات الأسعار إلى آخر على لدينا تصور المسألة الثانية هي تعزيز الثقة اليوم تعزيز الثقة ديال المواطنين في العمل السياسي وتعزيز الثقة ديال المستثمير الأجنبي في بلادنا مؤخرا كان هناك استثمار كبير ضخم ديال صندوق القطري التنمية في المغرب وقبله بأيام كان هناك استقبال استثمارات كنضية في المغرب بمعنى أن هناك دينامية ديال جذب الاستثمارات الأجنبية الخارجية في بلادنا والإخصصات الصمر ثم هناك تحسين مناخ الأعمال هذا الورش الذي هو أساسي مؤخرا ربحنا 21 نقطة في التنقية التي تعطيت دوين بيزنس 21 نقطة في الترطيب المغرب تقدم لأنه قمنا بإصلاحات فيما يتعلق بتحسين مناخ الأعمال ليست إصلاحات كافية ما زال هناك الكثير أنه يدار لكي نعز ونقوي جاذبيات المغرب الاستثمار الأجنبي هذا شيء أساسي وشيء الذي سيعز موقع بلادنا في التفاوض لا مع الاتحاد الأوروبي ولا مع جيرانينا خصوصا أنه اليوم أوروبا تعيش أزمة البارح كان اجتماع البنوك المركزية في أوروبا تدول على الموضوع الأزمة المالية و 65% لمبادلة الخارجية هي مع أوروبا وبالتالي أنه الأزمة التي تضرب وقد تضرب حاليا أوروبا بلا شيء سيكون عندها انعكاسات سلبية على الاقتصاد الوطني لهذا أنه الظرف ليس ضرفا سهلا وبالتالي يخص أولا التحلي بوحدة الجرأة سياسية بوحدة شجاعة سياسية تالي يخص إجراءات المحاربة الفسد لأنه محاربة الفسد يلي ستمكننا الربح هو نقطة أو جوج من معدل التنمية إلى توفقنا في هذا الورش الكبير والضخم ثم أنه سياسة تقشف تقشف لا بد أنه محاربة الحلقة